السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلس بالرسالة رقم سبعة وخمسين الرسالة الى السوريين كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا داخل سوريا وخارجها نشكركم جميعا انا واعضاء فريق العمل كلنا حقيقة على كل الجهد اللي عم تبزلوه وعم تبعطوه لكل الناس بغض النظر عن موقفهم السياسي معارض موالي رمادي لحتى توصلهم والكل يعني على القليل نشترك بمعلومات تكون صحيحة ودقيقة كلنا كسوريين نقدر نعرف وين رايحين شو الازمة الهائلة اللي نحن موجودين فيها وين الازمة الاكبر اللي عم بيحضرنا يها النظام السوري وكيف ممكن بقى نتلمس خطوط لحتى نقدر نخرج ونتعاون كلنا فيكن تلاقوها على اليوتيوب بعد ما انضمت لنا ايضا الان منصة جديدة هي تريند سوريا وبالتالي صار سبعة عشر منصة عم بتبثة سواء على يوتيوب على فيسبوك على تويتر ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي راديو الان وعدد اخر من الراديوهات فخلونا نبدأ نشوف شو اللي عم بيخططنا يا ايضا النظام للاهل بالساحل السوري اهلنا العلويين حقيقة بجوز البعض يتفاجأ انه شو شو بديو يحضر ما نحن في البعض عم بيحملهم عدد من يعني من بعض ما جرى في الواقع السابق في سوريا الحقيقة الان هن الان المصدر الهدف بالنسبة للنظام عندهم صار باكتر من 1500 مسلح كل واحد من هدول اللي هلا رح عدد اسماء سليمان ابن هلال ويسار ابن طلال وحافظ ابن منذر ووسيم ابن بديع كلهم طبعا من عائلة الاسد كل واحد عنده بحدود 1500 مسلح الان الهدف تبعهم ترويع وقتل وخطف واخافة العلويين في الساحل السوري هذا الشي هني عم بيلمسوه بس ما عم بيعرفوا ليش فينا نأكد لكم القصة ما لا علاقة لا في المعارضة ما لا علاقة بإجماع دولي ما لا علاقة بدول إقليمية عم تحاول تعمل هالشي فيكن هذا الشي النظام قرر كي بده يخوف ويرعب الاهل العلويين لأسباب تجعلهم يعني أكثر تماسكا معه مع النظام لأنه يشعر أنه هناك شيئا ما يخطط له أيضا إبعادهم عن أي دولة إقليمية أو دولة ذات وجود كبير عالمية الروسيا من أجل أنه يكونوا فقط مرتبطين فيه ويبتعدوا عن الكل يبث بهم الخوف فصار في كتير حالات أنتو عم تصير معكن ناس عم تنقتل ناس عم تنخطف ناس عم تنأسر أحداث ما عم تدور تفهموها عم تسموها أحداث أليمة لكن هي كلها مدبرة كلها النظام السوري عم نقلكن هو اللي خلفه يعني الآن صارت ظاهرة واضحة ظاهرت مقتل أطباء مشهورين بمحاربتهم للفساد بالقطاع الطبي قال لهم سمعة حسنة بكل المناطق اللي عم يعيشوا فيها منهم الطبيب كينان علي اللي قتل بطرد مفخخ نعم طرد مفخخ يعني هاي كيف تسمعوا عنها بتشوفوها بالأفلام بالهوليوود بأميركا نعم أيضا سيدة طبيبة جولي مسرابي أيضا قتلت بحادث أليم وقبل أيضا طبيبة أخرى كلها حوادث أليمة مدبرة الإعلامي اللي اسمه إياد إبراهيم اللي كان بالتلفزيون طبعا هو رئيس دائرة وموظف ومؤيد يعني نحن معه دول الكل نعم نحكي عنه دول كلهم مؤيدين للنظام وكلهم من الأهل العلويين صار له الآن أربعة شهر الإعلامي إياد إبراهيم رغم أنه هو مدير دائرة بالتلفزيون موجود بالسجن بسبب بوست كتب انتقد فيه سياسة إدارة الإعلام والتموين أنهى النظام بس حتى نخبركم كما شو اللي عم بيرتب لكم ويحفر لكم ياه النظام المجلس الأعلى للتخطيط أنهى المخطط الإقليمي للساحل السوري هلأ هلأ خلصوا هلأ يعني عم بحكي نحن هلأ خلال فترة أقل من شهر زبطوا رغم أنه كان هذا لازم يكون آخر من يتعامل معه لأنه لازم كان يحط المخططات السابقة لسوريا عمل مخطط تنظيمي لللادئية وترطوس ومساحتهم 4367 كم مربع وزع فيه كل المناطق السكن مناطق التوسع العمراني المناطق الزراعية والمحميات الطبيعية ومناطق اللي بدي يحط فيها النشاطات الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق الحرفية والمنشآت السياحية فحتى يكون الأمر واضح التوزيع أنتوا لازم تطلعوا عليه وتحكموا عليه كيف بدي يجبركم للتوسع في أماكن ما وبدي أخذ لكم أراضي الآن موجودة وفقا لمبادئ اللي بيطبل وبزمر أكتر قسم سوريا كمان هي حتى البقية الناس كلها تعرف قسم سوريا لسبع أقاليم هذا الشي اللي كنا عم نحكي فيه صارنا فترة بعدد من الرسائل اللي عملناها قبل حوالي 3 شهور أربعة شهور قسم سوريا الآن إلى سبع أقاليم دمشق الكبرى اعتبره هي أقليم لحالة والأقليم الشمالي والوسط والجنوبي والأقليم الشرقي وأقليم الغربي سماه الساحل وأقليم البادي هذا الآن توزيع سوريا بالنسبة للنظام حتى نكون واضح شو اللي عم بيصير أيضا إذا بدكم تسافروا الآن عم نحكي مع أهلنا العلويين والبقاية اللي أنه هو عم بيحاول نخفف الآن عدد السوريين بحدود المليونين ما في جوازات سفر من كتر ما وزع جوازات سفر على الناس حتى اللي مطلوبين للعسكرية حتى اللي ما خدموا عسكرية حتى اللي عليهم أحكام كلهم بس أدن بدك جواز سفر خود الآن خلصوا جوازات السفر اللي عنده اللي كانوا مطبوعين بفرنسا وبالتالي ما عنده جوازات سفر وما حدا عم بيقبل يطبع له ياهن كلف شخص رجل أعمال بنعرفه بنعرف الاسمه بنعرف كل شي الآن عم بيقيم مفاوضات مع الليتوانيا لحتى يطبع عنده لأنه هذا ما فيك تطبعه في كل مكان يعني ما فيك دول محدودة اللي بتطبع جوازات السفر ومعتمدة بالعالم المطابع رغم أنه الليتوانيا هي دولة في الاتحاد الأوروبي لكن يبدو هناك أخذوا عطا لسه ما وصلوا لأنه بدون موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي لحتى ما تخرق العقوبات على الحكومة السورية لكن يبدو ماشيين باتجاه أنه ممكن يعطوا موافقة بسبب أنه النظام قدم لهم ما يلي الاتحاد الأوروبي عنده مشكلة في عدد من دوله لاستقبلة اللاجئين أنه عنده نسبة بحدود 15% ما عم بيقدر يعرف أسماءهم الحقيقية لأنه دولك يزادتين جوازات سفرهم وأعلنوا اسم فما عم بيقدر يتأكد هل هذا هو اسمهم الحقيقي لا يعرف تاريخهم لا يعرف هل عندهم أحكام سابقة هل هنم مطلوبين بأحكام أو جرائم دولية فما عم بيقدر فالنظام يقايدون من خلال كلف ضابط أمن موجود الآن في بروكسيل للتعاون معهم وتزويدهم بأسماء الحقيقية لأسماء أولئك اللاجئين اللي ما عندهم أي وثيقة تثبت اسمهم السوري فهذا هو الواقع إذا ما تم الاتفاق على الصفقة وبالتالي يمكن أن لتوانيا أن تقوم بالطباعة لكن هذا أن نحكي قضية مؤيام قضية لتاكل وقت حتى ذلك الحين لا يوجد جوازات سفر إلا بالحد الضيق جدا جدا لدى النظام السوري الآن ننتقل للملف اللي ما زال حتى الآن مشتعل وهو موضوع الساعة من أكثر من ستين يوم حصار على درعة صار الآن الدرعة مرتبطة حقيقة ما فيك تحكي عنه بدون دور أردني وبدون روسيا يعني صار الملف واحد بعد ما زار ملك الأردن والتقى الرئيس بايدن في الولايات المتحدة سمع كلام واضح أنه هنه ممكن يساعدوه في قضية البعد الاقتصادي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في الأردن لكن طلبوا منه في الأبعاد الأخرى اللي هلأ رح أحكي عنه في الملف الأمني وملف اللاجئين أنه ينسق مع روسيا لذلك أتى عاد إلى الأردن ومباشرة طلب المواعيد وسافر وزار التقى الرئيس بوتن الملفات اللي تشغل الأردن حقيقة هنه بصعيد السوريين خلينا نحكي في عندهم ثلاث دوافع لهالحراك اللي عم بيقوم في الملك الأردني الحراك الأمني اللي هو دافع خوف أمني بسبب أنه ما بدون يكون على الحدود الأردنية مباشرة يكون في ميليشيات إيرانية فهذا دافع قلق وخاصة أنه ممكن تثبت نقاطة هون وتتجه شرقا عبر باديد سويدا باتجاه الخمسة وخمسين اللي هي أيضا مكان تمركز للقوات الأمريكية وبالتالي يصير فيه مشاكل وعلى كامل حدودها الأردنية لذلك بدأت حتى بعض الجهات الدولية تتصل مع فصائل أو من الناس اللي كانوا منتسبين لفصائل قديمة وتركوا أو فصائل بقية منها مجموعات جدا صغيرة بدأت اتصالات من مجموعات دولية من أجل التنسيق بيناتهم أو ضمهم أو إعادة تجميعهم من أجل لاحقا أنه ممكن يستخدموهم في المعارك في البادية ضد الميليشيات الإيرانية حقيقة ما الجهات الدولية لم تلقى تجاوبا كما حصل في السنوات القديمة السابقة وقت اللي يشكلوهن أول مرة وبسبب أنه سمعة الأمريكان الآن فيما فعلوه في أفغانستان ما بتساعد كتير بأنه يلاقوا حلفاء جدد بسرعة لذلك هذا هو الواقع الآن اللي عم بيحاولوا يرسموه والدافع الأمني للأردن بالدخول في المنطقة هذا الدافع الأمني عم بيحاولوا أنه كيف يضبطوا يضبطوا بالتوافق الآن بين الأردن وروسيا أنه ممكن يعملوا مثل منطقة جنوبية اسوة بما تعمله تركيا في الشمال الغربي في سوريا بالتالي يكون هنا عندهم الإشراف وتنظيم المنطقة من أجل أن تهدى وعيات الإعمار واللاجئين فيها حراك الملك الدولي هو دافع اقتصادي الدافع الاقتصادي يعني طبعا فتح الحدود للترانزيت الأردنيين اللي ينزلوا يشتروا بضائع سورية رخيصة مواد غزائية وكل هذه القضايا يعني موجود جزء من الدافع الاقتصادي لكن أيضا هو تمرير الغاز والكهرباء للبنان من مصر عن طريق الخط مصر والأردن ثم سوريا عبورا وإلى لبنان بمنتصف حزيران طلب الأردن رسميا باجتماعات صارت مع سوريا تمرير الكهرباء للبنان النظام طلب جزء من الكهرباء ليشغل محطاته بعد زيارة الملك للولايات المتحدة بمنتصف تموز وافقتلون واشنطن وأبلغوا للأردن أبلغوا النظام السوري أنه هو مستعد يدفع أموال ولكن ليس جزء من الكهرباء لأنه كل الكهرباء بدأت تروح لتحل مشكلة لبنان عن طريق نقطة التحكم اللي هي بمنطقة دير علي بسوريا بوصلة خط 400 كافيئة الاتفاق واقف لأنه النظام ما إبل بسبب التالي طبعا هو عم بتحجج أنه في جزء من المناطق من الخط مضروب بسبب الحرب لكن عنده ثلاث نقاط النظام بده إليها أولا عم بيقول بالنسبة لأله أنه الكهرباء المصرية هاي بتروح على لبنان كأنه عم بتنافس الديزل الإيراني وبالتالي بده تنسيق مع إيران بهذا الخصوص اثنين عم بيقول إذا الأردن عند لبنان عنده مصاري تدفع الكهرباء لمصر فخلي من باب أولا تسدلي الدين تبعي اللي باعهم فيه كهرباء وقيمته بحدود يقارب النصف مليون دولار يرسدوننا الدين لوزارة الكهرباء السورية اللي بعتوا لهم كهرباء عام 2017-2018 كمية صغيرة أيضا عم بيقول ما بدنا فقط أنه استثناء أنتو من الرئيس بايدن لمرور الكهرباء مرورا عبر السورية لا بده يضغطوا باتجاه ما دام أنتو بدكن تساعدوا تعملوا يعني تبيضوا وجهكن قدام اللبنانيين يا أمريكا أنه تعطوا استثناء لمرور الكهرباء لألون لا نحن بدنا تعملونا استثناء لألنا أيضا وتطرحوا إعادة الغاء وتجميد فقرات كاملة من قانون قيصر بمجلس الشيوخ وبمجلس النواب وليس فقط تجميد لبعض أجزاء منه من الرئيس فهذا كمان عقبة كبيرة حقيقة يعني ما أنا مؤهلة لأنه تنحل بسرعة أيضا الدافع الثالث بالنسبة لزيارات الملك اللي هي اللاجئين وهذا عبر عنه بشكل كتير واضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وقت اللي قال أنه نحن بدنا نناقش مع الأشقاء السوريين عدد من النقاط أبرزها عودة اللاجئين والمشردين إلى وطنهم لأنه عم بشكله حقيقة وفق قوله أنه ضغط اللاجئين على البنية التحتية والوضع الاقتصادي في الأردن هلأ روسيا إذن هي بدأ في زيارتها في زيارة الملك عبدالله لعندن أيضا بحثوا قضيط أنه كيف بدون يلاقوا حل مع النظام السوري مشان ملف الكهرباء كيف بدون يحلوا هاي الإشكالية تبع المال ولا الكهرباء والعقبات اللي حاططها النظام من أجل أن يقبل أن يمرر الأراضي عنده أيضا روسيا عندها عمل مكثف من أجل اللجنة بستورية بعد ما تحل مشكلة درعة لنشوف لأنه هلأ صار فيه بعد زيارة الملك صار فيه حكي أنه انحلت المشكلة ورفعوا الحاجز ردوا بعد كم ساعة قالوا لا رجع الحاجز ردوا نزلوا ضباط الأمن السوري والميليشيات تبعوا إلى الحاجز وردوا وقفوا الدخول الفيلق الثامن وردوا أخرجوا ففيه لسه الأخذ ما نواضح تماما شو الوضع لكن الروس الآن لازم يشتغلوا أيضا باتجاه اللجنة الدستورية رغم أنه المبعوث الرئاسي لفرانتييف أعلن بآخر الشهر الفائت أنه اللجنة الدستورية رح تنقل بآخر آب أغسطس لكن هذا الحكي ما صار لأنه المعارضة للجنة المعارضة وعلى رأسه السازة هذه البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية ما موافقين على الموعد لأنه ما في داعي أصلا يصير الاجتماع وهذا صحيح بدقة هذا الكلام لأنه بدون ما يتفقوا على خطة عمل ومنهجية للجلسات بتأدي في النهاية أنه يصير العمل قدما نحو الأمام ما في داعي لألة فإذن هذا كمان موقف متقدم للمعارضة بهذا الاتجاه اللافت أيضا بالنسبة لروسيا وعملها في الملف السوري واضح أنه بعد ما زار الرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا لموسكو التقى نظيره الروسي صار واضح هذا الحكي صار بعشرة آب أغسطس مباشرة بدأت بـ 18 آب القصف الطيران الإسرائيلي للمواقع قرب القنيطرة واستهدفوا عدد المواقع وبالتالي يبدو واضح كما تمام أنه تم الاتفاق على إنهاء الحالة التي وصفتها روسيا في الفترة السابقة أنه هي وضعت ضوابط جديدة وقواعد جديدة تحد من قدرة إسرائيل على ضرب أهداف على الأراضي السورية يبدو أن هذا تم تجاوز هذا الأمر وفتح المجال أمام الطيران الإسرائيلي لملاحقة الميليشيات الإيرانية فإذن في تغير في هذه المنطقة كل هذا أجل كمان مترافق حراك روسي السيد ميخايل بوكدانوف المعاون وزير الخارجية استقبل بحضور أيضا المستشار الأستاذ رامي الشاعر لسامير العيطة استقبله في المكتب في موسكو واتناولوا معهم الوضع الاقتصادي والسياسي كونه سامير العيطة خبير اقتصادي كان في حراك دولي بالنسبة لعدد من القضايا العقوبات بالنسبة للسوريين يعني الحكومة البريطانية رفعت العقوبات على طريف الأخرص اللي هو طبعا قريبة لأسماء الأسد طبعا هو كان قدم رفع دعوة على ضد الاتحاد الأوروبي اللي أدرج اسمه في القانون العقوبات منذ من أوائل الثورة وعمل عليه دعوة صدرت قرار المحكمة بنيسان أبريل 2016 أنه لا ما نموافقين يرفعوا عنه العقوبات فبريطانيا كانت جزء من الاتحاد الأوروبي فما كانت تقدر ترفع العقوبات لأنه الاتحاد الأوروبي هي جزء منه لكن بعد ما نفكت عن الاتحاد الأوروبي وبعد البريكزيت صار بيقدر يرفع دعوة بالمحكمة البريطانية فقط يعمل فك العقوبات عنه فقط في بريطانيا ساعدوا في ذلك الدكتور فوازي الأخرص والدى لأسماء الأسد بعلاقاته هناك مع عدد من اللوردات المهم رفعوا له اسمه طبعا قدم 28 منظمة سورية جزء منه يعمل في بريطانيا ومرخص نظاميا في بريطانيا احتجوا لوزارة الخارجية على رفع اسمه من قائمة العقوبات وطالبوا بأنه يعيدوا وضعه على قائمة العقوبات كقرار سياسي أيضا جمهورية فانواتو أسقطت جنسيتا عن رجل الأعمال عبد الرحمن خيتي اللي معروف أنه هو قريب أيضا من النظام السوري بعد ما كان تعطيته جنسيتا لكن عملت صحيفة الگاردين البريطانية تحقيق وبيّنت أنه كيف هالفانواتو عم تعطي جنسيتا لكثير من السوريين اللي هنه معاقبين دوليا وعم بيتهربوا ويستخدموا ذلك الجواز بدل الجواز السوري للسفر في عديد من دول العالم هلأ كان في ملفت للنظر حقيقة صحيفة قاسيون التابعة للدكتور قدري جميل كيف عنوانت مقال عن درس سوري في الانفصالة عن الواقع يعني أنه كيف النظام السوري وحكومته منفصلين عن الواقع وقالت أنه هني عم بيتجاهلوا الانهيار الاقتصادي الذي تمر فيه سوريا بشكل كبير بعناوين براقة لا تمثل الواقع الصلاة يعني شي بيحكوا أنه بدون يعملوا شيء فضائي شي بيحكوا على الطاقة البديلة بدون يؤتمتوا الخدمات ويصيروا الحكومة الزكية شي بدون يعملوا جذب للمستثمرين من العالم وهن ما عندهم كهرباء ما عندهم أكل ما عندهم مي ما عندهم اقتصاد وخبز فشو هالحركات هايو عم بيحكي أنه كل هذا عم بيفند أنه كل هالشعارات كلها كاذبة كاذبة من أجل الضحك وتخدير الناس والموالين فهلا خلينا نحكي شغلي عم تقول طاقة بديلة ممكن أنت على المستوى عائلة ممكن تجيب هذا المولد وبتجيب بعض الخلينا العينات اللي بتستقطب والخلايا الشمسية بتجيب من الشمس بتحطها بالجنينة عندك وتحصها فوق على السطح بتولد لكن بتولد شوية إنارة لإلك أما ما يعني بيكفي إذا بتشغل مكواية أو سيشوار أو تلت برادات أو تلفزيون ما بعود يشتغلوا مع بعض يعني ما عندك إمكانية تشغلهم حتى للمنشأة الحرفية الصغيرة ده بتغطيله الإنارة بس ما فيها تشغلهم المولدات الكبيرة المكنات الكبيرة ممكن التشغيل الفردي على مستوى عائلة أو على مستوى منشأة أو محل صغير مكلف أمانه مجد ماليا لأنه بكلفة إنتاج لتولد الإنارة لإلك أرخص منه بكثير الكهرباء تصبح هذا بدي مزارع كبيرة لطاقة البديلة تقوم بها الدولة مزارع كبيرة جدا فمو أنه عبارة عن أن تتضحك على الناس وتبيعهم مشان تربح رجل أعمال تابع للنظام يضحك على الناس وبعدين بعد سنة سنتين يتلفون عم بيجيبون كلها صناعات صينية مهترئة بعد سنة سنتين تلاتة ما بيجبون تشتغل كل هدول الخلايا الشمسية بسيذة تشتري خلايا شمسية تانية بعدها وكلفة تشغيلها أكبر بكثير مما لكوان في كهرباء يعني أيضا عم بيضحك على الشركات عم بيقولون أن تعاوا استثمروا عنا كيف بدون يستثمرون عم بيشوفوا كبر الشركات العالمية مثل MTN عم تترك السوق وعم تعمل بيان واضح شركة MTN العالمية اللي بجنوب أفريقيا طلعت بيان أنه تركت السوق السوري لأنه العمل أصبح غير محتمل وتركت عدة شركات كبرى كانت ما زالت موجودة تركت سوريا حتى تركنا من الشركات العالمية حتى الشركات الروسية والإيرانية اللي عملت عقود من 2017 لحد اليوم ما نفزت أي جزء من العقودة لأنه ما فيها مناخ العمل غير صحيح كل المواد اللازمة لينشؤوا المعامل والشركات غير موجودة تعقيدات لتأمين الدولار وتعقيدات الاستثمار والدخول من المرافق ما ممكن حتى نفسهم رجال الأعمال التابعين للنظام اللي أخذوا رخص ليعملوا فنادق ليعملوا مشافي من حوالي 3 سنين بال2018 بعد بدأت الحملة أخذ التراقيس ما نفذوا أي شيء منها بمي مدى يجي إذن في مشكلة في أيضا موضوع جديد اللي هو مجموعة القاطرجي بحماية روسية قدرت عملت قسد والإدارة الذاتية وفقا لصحيفة المونيتور الأمريكية اتفاق القسد بتزودهم بـ 400 نقلة نفط بالأسبوع بينقلها لمصفات حمص شركة القاطرجي بيوصلهم إياها بحدود الوسطي السعر 3500-3600 دولار للناقلة اللي فيها 180 برميل نفط برجلهم إياها بمية ناقلة ديزل مكرر وبنزين فإذن بالأسبوع هذا العقد الاتفاق اللي صار مؤخرا أيضا كان في عنا بذكرى حقيقة المؤلمة على قلوب كل السوريين وحتى على أي مستوى قلب أي شخص يملك حس إنساني في كل دول العالم العالم اللي هي 21 آب لـ 2013 الذكرى الثامنة لضحايا مجزرة الغوطة الشرقية اللي سقط بحيطها 1400 مدني من الأطفال والنساء صار بنفس اليوم أكثر من خمس لقاءات وندوات ومحاضرات عبر الزوم وعبر التلفزيونات السورية المعارضة الأكبر وحدة اللي جمعت شخصيات دولية مهمة اللي نظم حقيقة مركز توسيق الانتهاقات الكيموية في سوريا والدفاع المدني السوري وشاركت فيها السيدة كاترين مارشال أوهال اللي هي بترأس حاليا الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لـ IIIM أيضا السفير ستيفن راب الأمريكي اللي هو كان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية سابقا وأيضا السيد ليني فيليبس الرئيس السابق لبعث التقصي الحقائق التابعة لمنظمة حزر الأسلحة الكيموية ومن السوريين كان المنظمين اللي هي السيد رائد صالح ونضال شيخاني وأيضا شارك من المداخلين أنور البني والأطباء محمد كتوب والطبيب سليم نمورة فكمان بنشكر كل جهودهم على توعيد كل الناس عدد من الوزارات الخارجية أصدرت بيانات بهذا الخصوص ومنها الخارجية الأمريكية كلهم طبعا تذكروا وكرموا أرواح الضحايا لكن كان ملفت أن الخارجية الأمريكية قالت أنه كرر عزمنا على ضمان عدم إفلات مستخدمي هذه الأسلحة الكيموية من العقاب البعض تقبل وكتب يعني أنه هذا شيء ملفت التصميم ما زال موجود لدأ أمريكا البعض الآخر رأى إليها عبارة عن نفس البيانات المتكررة التي صدرت في الأعوام السابقة لأنها تأتي غير مقترنة بالطريقة التي سوف يتم تنفيذ بها هذا عدم الإفلات من العقاب أيضا بالحراك الأمريكي التقت نائبة مساعد وزير الخارجية السيدة كوترونا مع السفير الأمريكي بتركيا ديفيد ساترفيلد مع رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية السفير سلجوق أونال بـ 16 أب أغسطس من أجل التنسيق بأجل سوريا الناجحون كتبت صحيفة الڭارديان البريطانية عن أنه كاتدرائية نوتردام اللي هي من أهم الكنائس في باريس مأخوذة من الصحراء السورية عم بيقول أنه عدد كبير من الكنائس المهمة في أوروبا مأخوذة كلها من تصاميم المعماريين السوريين الشرقيين فكنيسة نوتردام مأخوذة من تصميم كنيسة قلب لوزة اللي شهدت بالقرن الخامس بسوريا وهي طبعا موجودة بقرية لوزة الأثرية بجبل باريشة بتبعت 35 كم شمال غرب مدينة إدلب شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر